الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام والحديث صحيح رواه البخاري وفي هذا الحديث تأكيد على هذه الأمور العظيمة والمهمة والجليلة والتي من فعلها قد يتيسر له من الخيرات ما لا يخطر له على بال وبهذه الأعمال قد تغفر ذنوبك وبهذه الأعمال قد يوسع عليك في الرزق الحلال وبهذه الأعمال قد تنجح وتسعد في الدنيا والآخرة ماذا قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعني هذه الأيام الضيض قال وركعتي الضحى وهي من الصلوات المباركة العظيمة التي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فأنتم لا تتركوا صلاة الضحى يعني انظر قال وركعتي الضحى إذا أردت أن تصلي ركعتي الضحى كم يأخذ منك من الوقت يمكن أربع دقائق يمكن خمس دقائق فهذا فيه خير وفيه بركة فإن صليت بعدما ترتفع الشمس قدر رمح يعني بعد الشروق بنحو ثلث ساعة تقريبا إذا صليت ركعتي الضحى والأحسن أن تصلي إلى أربع أو ستة أو ثمانية فإن فعلت ذلك بورك لك في يومك وأعطيت من الخيرات والبركات ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى قال وأن أوتر قبل أن أنام يعني إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه إذا نام لن يستيقظ للوتر سيدخل وقت صلاة الصباح وهو نائم فيكون ذهبت عليه الوتر هذا ماذا يفعل؟ يصلي الوتر قبل أن ينام حتى لا يضيع هذه الفضيلة وهذه الخصلة العظيمة التي لو كانت ركعة أقل الوتر ركعة في الليل إذا صليت هذه الركعة الله عز وجل يعطيك من الثواب والأجر والحسنات ما لا يخطر لك على بال ركعة الوتر وإذا صليت إلى سلاس ركعات يكون أحسن فإذن إن كنت تعرف من نفسك أنك إن نمت بعد العشاء لن تدرك الوتر سيدخل الفجر وتذهب عليك الوتر فلا تنم حتى تصلي الوتر وإن كنت تعرف من نفسك وتعرف هذا من عادتك أنك تستيقظ قبل الفجر فتصلي الوتر قبل أن يدخل الفجر فلا بأس بذلك حافظوا على هذه الخصال وحصلوا هذه البركات والحمد لله رب العالمين